الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بعسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وفعها ووضع الميزان ألا تطعوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقصط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات اللتمام والحب ذو العصر والريحان فبأي آلاء ربكما تكربان خلق الإنسان من صلصان كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكربان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكربان مرج البحرين ينتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكربان يخرج منهما النؤل والمرجان فبأي آلاء ربكما تكربان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكربان كل من عليها فان ويبقى وجه ربكما تكربان فبأي آلاء ربكما تكربان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكربان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكربان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا إن استطعتم أن تنفذوا من نقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكربان يرسل عليكما شهاغ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكربان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكربان فبأي آلاء ربكما تكربان فبأي آلاء ربكما تكربان فبأي آلاء ربكما تكربان هذه جهنم التي يكرب بها المجدمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكربان فبأي آلاء ربكما تكربان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكربان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكربان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكربان 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 كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان لطاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والذكران ترجمة نانسي قنقر